اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نصف العدد صاد مطروح منه طرحت منه ثلاثة امثال العدد صاد قبل ما نجي نحلها بس بدي انبه عملاحظة مهمة يا صاد سبدي تركز لي عليها دائما لما اجي احكي مثلا في عندي عدد اوكي نفترض ان اللي هو عبارة عن اتنين مثال غير عن هال اتنين مضروبة في متغير ما ماشي اللي هو خلينا بسميه اتنين ضرب سين هاي اتنين ضرب سين بنقدر زي ما حكينا هاي الضرب بين العدد اذا كان في عندي عدد ومتغير وبناتهم ضرب بقدر انا اشيل الضرب بناتهم واجي احط العدد بالاول بعدين المتغير جنبي وبفهم لحالي ان العملية الحسابية اللي بناتهم هي عبارة عن ضرب فبصير اسميها اتنين سين اي عدد مضروب في متغير دائما في الرياضيات في العبارة اللفظية بنحكي عنه يعني تقابله كلمة مثل يعني لو كان عندي العدد اتنين مضروب بالمتغير السين فبحكي عنه مثلا مثلا يعني الضرب تعبر عنها كلمة مثل في العبارة اللفظية مثل فلما يكون في عندي اتنين ضرب متغير فبحكي عنه مثلا العدد اللي موجود هون سين لو يكون مثلا ثلاث ضرب سين وبناتهم ضرب فبنعبر عنها حكينا ثلاثة سين فهاي الثلاثة ضرب سين بنعبر عنها بعبارة رفظية في الرياضيات الضرب بنعبر عنها بكلمة مثل واحد كم مثل هون عندي ثلاثة اذا بحكي ثلاثة امثال سين العدد سين لو كان مثلا عندي اربعة سين بحكي اربعة امثال عدد سين اذا كلمة امثال او كلمة مثل في العبارة اللفظية في الرياضيات تعبر عن عملية الضرب بين العدد اللي بحكي عنه وبين المتغير اللي بحكي عنه اذا ثلاثة سين هي عبارة عن ثلاثة امثال الضرب حكينا هي عبارة عن كلمة مثل فثلاثة لانها جمع بصير حكي ثلاثة امثال العدد سين او المتغير سين اذا يلا نجي نحول هاي العبارة الجبرية 3 سين ناقص نص صد بصورة لفظية بحكي انه نبيل عبرت عنها انه نصف العدد صاد مطروح منه ثلاثة امثال عدد سين عشان نعرف اذا حلها صح ولا لا بدي ااجي انا احلها اقارن اجابتي مع اجابتها واذا كان نفس بعض بحكي عن حلها صحيح اذا كان مختلفتان بحكي عن حلها خاط يلا خلينا نجي نحولها احنا لحالنا هاي العبارة الجبرية الى عبارة لفظية شو يعني 3 سين يعني 3 ضرب سين وهلا حكينا الضرب في الرياضيات بنعبر عنها بكلمة مثل ولانه ثلاثة فبصور احكي ثلاثة امثال سين او ثلاثة امثال عدد العدد سين اذا لازم اجي احول هاي التعبير الجبري بحكي ثلاثة امثال العدد سين ما له هاي ثلاثة امثال العدد سين طرح شو حكينا المرة الماضية بنعبر عن طرح في الرياضيات مطروح منه اذا نحكي عنه في الرياضيات الطرح هو عبارة عن كلمة مطروح منه اذا ثلاثة امثال عدد سين مطروح منه شو مطروح منه نص يعني النص أو بنحكي عنها نصف طيب إذن ثلاثة أمثال عدد سين مطروح منه نصف نصف مين اللي ما تروح منه نصف سات إذن نصف العدد سات هاي إذا أنا حاولت التعبير الجبري إلى عبارة اللفظية بدي أجي أقارن حلي مع الحل الموجود في عندهم شو الحل اللي أنا كاتب الثلاثة أمثال عدد سين مطروح منه نصف سات شو الحل الموجود الحل الموجود نصف العدد سات مطروح منه ثلاثة أمثال عدد سين معناته هي عكسة جابت النصف بالأول بعدين ثلاثة سين في الثاني خطأ إحنا في العبارة الجبرية موجودة ثلاثة سين ثلاثة أمثال عدد سين بالأول مطروح منه نصف سات معناته هي حلها خاطئ حلها للبناء تخاطئ بحكي الحل الصحيح إنه بالأول بحكي ثلاثة أمثال عدد سين لأنها إجت بالأول ثلاثة أمثال عدد سين مطروح منهم نصف سات ماشي يا سادس تفتح لكتابك على صفحة 125 يكتابنا بصفحة 125 في عندي مجموعة من التمارين ومسائل بنا نجي نحلها طبعا المرة الماضية كان عنا واجب اللي هو عبارة عن سؤال اتنين موجود بصفحة 125 إذا خلونا نجي نحل مع بعض سؤال رقم واحد بحكي نحول كل من العبارات اللفظية إلى تعابير جبري نحول هاي الجمل اللفظية بالكلمات إلى تعبير جبري يعني لمتغيرات وعداد وبناتهم عملية حسابية يلا نشوف ألف بحكي لي ما أجرت سيارة لمدة سين ساعة إذا كانت أجرتها في الساعة الواحدة عشر دنانير يعني هاي السيارة وأي حدا بدي يتأجرها كل ساعة عن كل ساعة بيخدها بيدفع عليها عشر دنانير طب هو كم ساعة أخدها لمدة سين ساعة سين مش معروف أيضا عدد الساعات اللي أخدها هاي لما تأجر السيارة لما أخد السيارة وتأجرها عدد الساعات اللي ضلت عنده السيارة مش معروف سين من الساعات بس كل سين من الساعات بيدفع عليها عشر دنانير معناته إذا أخدها هذا الشخص ساعة واحدة رح يدفع عشر ليرات إذا أخدها ساعتين رح يدفع عشرة زائد عشر يعني عشرين إذا أخدها ثلاث ساعات رح يدفع عشر زائد عشر زائد عشر يعني 30 فبدل ما حكي 10 زائد 10 زائد 10 بحكي عدد الساعات اللي أخذها كم ساعة هون 3 ساعات في سعر الساعة الواحد ضرب سعر الساعة الواحدة يعني 3 ضرب 10 اللي هي عبارة عن 30 إذن بتصير عبارة عن 3 ضرب 10 اللي هي عبارة عن 30 إذن فبدل ما يكون عندي عدد ساعات معين وأعد أجمع عدد الساعات كل مرة 10 زائد 10 زائد 10 مثلا لو كان عندي أخذها 4 ساعات فبحكي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 اللي هي عبارة عن 40 دينار رح يدفع فإذن ما حكي 10 أجمحها 4 مرات بحكي 10 ضرب 4 لأنه كل ساعة بدفع عليها 10 دنير وكم ساعة عندي عندي 4 ساعات إذن 10 ضرب 4 معنا تأجرة سيارة لو كانت سين الساعات عدد معين الساعات اللي هي عبارة عن مقدارها بحكي عدد الساعات ضرب أجرة الساعة الواحدة كم عدد الساعات اللي أخذ فيها السيارة شو حكي لي سين من الساعات إذن سين ضرب كم أجرة الساعة الواحدة 10 دنير إذن سين ضرب 10 حكينا إما بعبر عنها سين ضرب 10 أو بشيل إشارة الضرب فبكتب العدد دائما بالأول بيجي العدد بالأول بعدين المتغيب بالثاني وما بكتب إشارة الضرب وبفهم لحالي إنو بناتم ضرب فبعبر عنها بعشرة سين نكمل يا سادس نشوف في رعبة بحكي لي مساحة مثلث قائم الزاوي إذن إحنا نحكي عن شو عن مساحة مساحة مين مساحة مثلث زي المرة الماضية اللي ما حكينا عن محيط المربع وعن مساحة المربع معناتوا لازم أكون حافظة قانون مساحة المثلث معناتوا بدك تحفظوا يا سادس إذن رح نكتب جنبيها حفظ ونجي نكتب قانون مساحة سوري مساحة المثلث قانون مساحة المثلث بدنا نحفظه اللي هو عبارة عن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع وللعلم هاي القانون أخدته بصف خامس إذن نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع طب السؤال هات يعني نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع يعني لو كان في عندي مثلث زي ما هو مرسوم هيك هذا مثلث قائم الزاوية هاي اسمها القاعدة هاي اسمه الارتفاع إذن قانون مساحة المثلث هي عبارة عن نص ضرب القاعدة يعني إذا كان في عندي مقدار طول معين للقاعدة بعوض بكان القاعدة بالعدد مثلا وكان ثلاثة سنتي بحكي نص ضرب ثلاثة سنتي ضرب الارتفاع مثلا أربعة سنتي نص ضرب ثلاثة ضرب أربعة بس واضح من السؤال إنه مش حاطيط لي لا قيمة القاعدة ولا قيمة الارتفاع فبخلي القاعدة مكانها فاضي والارتفاع مكانها فاضي نص ضرب القاعدة ضرب الارتفاع معناته القاعدة مش معروفة والارتفاع مش معروف إذن يا بحكي عنهم نص ضرب القاعدة مش معروف لنا نفترضها متغير سين والارتفاع مش معروف نفترضه مثلا للمتغير صاد إذن نص ضرب سين ضرب صاد ممتاز يا سعد الحدلون نيجي نشوف فرع جيم فرع جيم بحكيلي كلمة الفرق وإحنا حكينا المرة الماضي كلمة الفرق تعني في الرياضيات طرح إذن رح يكون لنا للعملية الحسابية طرح طرح بين مين ومين بين مربعي مربعي عددين معناته بدي أمسك العدد الأول أربعه وامسك العدد الثاني أربعه بعدها أطرحه من بعضه حكينا المرة الماضي شو يعني كلمة مربع شو يعني كلمة مربع؟ مربع يعني مرفوع للقوة اثنين إذن كلمة مربع يعني مرفوع للقوة اثنين إذن بدي أمسك العدد الأول وأربعه مثلا عدد الأول معروف شو هو؟ لا لنفترض أنه عبارة عن سين أربعه شو يعني حكينا أربعه يعني أرفع للقوة اثنين إذن سين تربيع وشو حكي العملية الحسابية طرح ناقص عدد ثاني بدي أمسكه لنفترضه هو صاد لأنه شمعروف عندي شو هم وأربعه شو يعني أربعه يعني أرفعه للقوة 2 إذن سين تربيع ناقص صاد تربيع إذن يا ميس شو الفرق حكينا يعني طرح بين مربعي عددي مربعي عددين يعني العدد الأول اللي ربعته والعدد الثاني ربعته إذن عدد الأول لأنه شمعروف سين قوة 2 أو سين تربيع ناقص العدد الثاني صاد قوة 2 أو سين تربيع